موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج طبعة مشاهد نبدأ مع هذا الملف حيث دشن خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة على سعود حفظه الله في قصر السلام بجدة أمس مشروعات الطائف الجديد التي تضم مطار الطائف الجديد ومدينة سوق عكاظ وواحة التقنية والضاحية السكنية والمدينة الصناعية والمدينة الجامعية وأكد حفظه الله خلال تنشينه لتلك المشاريع أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين في كل الأوقات وأنه يرحب بمقترحاتهم وقال أيضا في كلمته بأن الأمن والاستقرار قبل كل شيء مشيرا إلى أن المملكة تعيش في نعمة وأن الثروة موجودة ولله الحمد أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام لمناقشة هذه الملفات ورحب بضيفي في الاستيديو الدكتور أحمد الشهري الخبير الاستراتيجي والعسكري أهلا بك دكتور أحمد زمان عنك دكتور أهلا وسهلا الله حييك سعيدين بتواجدك أيضا ينضم معي من جدة الصحفي في صحيفة عكاذ عبدالله الداني أهلا بك عبدالله وسعيدين بتواجدك أيضا معنا أهلا وسهلا بك حييك وحيي ضيفك الكريم وحيي جميع المشاهدين والمشاهدات يعطيك العافية عبدالله طيب خليني أبدأ معك مباشرة دكتور أحمد دكتور أحمد يعني الآن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتناول الكثير من القضايا والموضوعات وربما كلمة خادم الحرمين الشريفين وجدت اهتمام وترحيب من قبل المواطنين السؤال هنا كيف وجدت مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على نقطة مهمة جدا على أن بابه مفتوح للجميع بسم الله الرحمن الرحيم أستعليك أخي سعاد وعلى الزملاء والزميلات العاملين معك في الستيديو وعلى أيضا الأخوة والأخوات المشاهدين الحقيقة أنا يعني استمعت لهذه الكلمة الضافية وغرت فيها يعني على تويتر وقلت هذه أصبحت ماركة سعودية أستاذ سعاد الباب المفتوح أصبحت ماركة سعودية انفردناها على جميعنا أحل العالم منذ تأسي سلمة الخارجية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه البررة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله الباب المفتوح ما هو الباب المفتوح هو عدم وجود حاجز ما بين القائد أو ولي الأمر وبين شعبه وبين مرؤوسي وهذه أصبحت علامة فارقة للشعب السعودي جميل والله يا أخي ساعد وأقولها يعني عن تجربة وجدت أن الطريق إلى الملك إلى ولي العهد إلى وزير الداخلية أسهل ومتيسر أكثر من الوصول إلى كثير من المسؤولين ألا تعتقد بأن هذه الكلمة وتركيزه على أن بابهم مفتوحوا للجميع بأنها نعم رسالة للمواطنين ولكنها رسالة كذلك للمسؤولين هذه رسالة جداً هذه رسالة ويجب على كل مسؤول يجب على كل مسؤول أنا ما أريد أن أقول تجربة حديثة بالنسبة لي يعني حدثت على موضوع الباب المفتوح هذا يعني يجب أن يكون كل مسؤول سواء وزير أو أمير منطقة أو مدير أو أي إن كان في موقعه يجب أن يكون هذا منهجه عندما يتبنى ولي الأمر وهو أعلى سلطة في الدولة هذا المبدأ وهو الباب المفتوح ماذا يعني هذا الباب المفتوح؟ يعني أن القيادة والشعب والملك هو جسد واحد ليس هناك انفصال كثير من الدول لا يعرفون قائدهم أو رئيس الدولة إلا في وسائل التواصل في وسائل الإعلام أما لدينا الملك باب مفتوح بل ليس بابه فقط وإنما قال آذاننا وتلفوناتنا يعني أنه أتاح المجال حسب الطرق من لم يستطيع أن يأتي فعليه بالتلفون من لم يستطيع بالتلفون عليه بالبرقية عليه بالمراسلة هذا هو القيادة والشعب وأنا قلت أنه لماذا المملكة العربية السعودية في تجربتها في اليوم الوطني وما قبل ذلك قدمت نسخة فريدة على مستوى العالم لماذا؟ لأن الشعب السعودي والقيادة هم من أسس هذا البلد جميل يعني لم يأتي القيادة من مكان ويأتي الشعب من مكان وإنما الشعب والقيادة تلاحم واضح هم من أسس البلد الملك عبد العزيز جاء بميل جاء بالشعب جاء بالشعب وأسس هذا القياد ولذلك تجد أن هذه الملحبة ما بين الشعب والمواطن أصبحت عصية على كل من أراد أن يمثل إليها جميل دكتور رحمد أعطيك العافية أذهب إلى ضيفنا في جدة عبدالله داني دعنا نركز صحفيا الآن جميع الصحف رصدت كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه لمشروع الطائف الجديد كصحفي ومتابعتك الصحفي أيضا كيف وجدت هذا الرصد؟ دعني أقول لأخي سعد أن الطائف من المدن المهمة جدا في المملكة العربية السعودية والتي لديها الكثير من الإمكانيات بصراحة التي تحتاج إلى تفعيل وتحتاج إلى حسن استغلال وهو ما تم صراحة يعني خلال تدشين خادم الحرمين الشريفين للطائف الجديد هذه المشاريع العملاقة والجبارة التي فعلا يعني الكل كان بانتظارها وكل فعلا سعد باستماع إلى هذه الأخبار المفرحة بصراحة والتي لن تقتصر فقط في الناحية الاستفادة على أهل الطائف فقط بل على السكان المملكة كلهم وكذلك أيضا ليس فقط المجتمع السعودي بل أيضا تفتح عفاق أكبر للسياحة الداخلية التي لطالما نادينا بها يعني أيضا في نفس الوقت أيضا هذا الأمر يلقي الكثير من المسؤولية على باقي القطاعات التي سوف تتولى تنفيذ هذه المشاريع وأيضا في نفس الوقت سوف تصب على ما يتعلق بتعزيز السياحة وتمكينها في الداخل هذه ناحية والناحية الثانية يعني جميل أيضا تناول وسائل الإعلام سواء فيما يتعلق بالإعلام المرئي أو المكتوب أو المسموع الكل يتنافس لإبراز ما هي هذه المشاريع وما هي التفاصيل الدقيقة الخاصة بها كلهم يريد أن ينفرد بمفرده بمعلوماته الخاصة لأنه فعلا يعني موضوع كما يقال دسم وربما لا يسع أو ربما لا يعني لا يمكن أن يكتفى بيوم أو يومين بل ربما يمكن أن يعني يستمر تستمر هذه التحقيق يعني واضح لأيام القادمة هناك تحقيقات صحفية هناك تقارير هناك صور صحفية أيضا حول هذا الموضوع بالطبع وهناك يعني سيكون أيضا هناك يعني ليس الأمر مقتصر فقط على جوانب معينة هناك جانب متعلق بالسياحة وهناك جانب متعلق بالاقتصاد وهناك جانب متعلق بالثقافة يعني كثير من الجوانب التي ربما تطلع بها هذه الوسائل المختلفة لتغطيتها وليشبائها وليعطائها حقها المطلوب في هذه أو في قادم الأيام جميل وضحة الصورة عبدالله أعود لك دكتور أحمد بعيدا عن التناول الصحفي لهذا الملف الكل يعني خلني أتحدث معك بكل صراحة قبل أو وقت إطلاق رؤية المملكة عشرين ثلاثين كانت هناك صوات تشكك في هذه الرؤية وتشكك في طريقها ونهجها وأنها ربما لن تحقق ما تريده منذ إطلاقها وحتى اليوم وكل تقريبا شهر أو شهرين نسمع عن مشروع جديد نسمع عن شراكة جديدة نسمع عن خطط قادمة وجديدة هذا المشروع وهذه المشاريع ترى أنها ستساهم في تحقيق مشروع المملكة عشرين ثلاثين أحسنت أشكرك على هذا السؤال وأريد أن أهني الزميل والصديق من جدة على هذه الحزمة الضخمة من المشروعات يعني اليوم في الطائف قبل ذلك جدة داون تاون يعني مشاريع عملاقة مشاريع ضخمة لذلك أنا أتفق معك فيما ذكرت بخصوص الرؤية عشرين ثلاثين أنها في البداية كان فيها نوع من الضببية كان فيها نوع من عدم الفهم لكن بعد حديث سمو العمير محمد للقناة الأولى أن الشفافية ستكون بالضبط ثم زيارات خادم الحرمين الشريفين إلى دول شرق آسيا وزيارة سمو ولي العهد إلى أمريكا وإلى أوروبا بدأت تتضح معالم هذه الرؤية بدأت تتضح المشاريع الضخمة العملاقة التي ظهرت الآن يعني الآن في الحزمتين التي أطلقت في جدة وفي الطائف معظم المشاريع هذه هي ستتواكم مع خطوة التحول عشرين عشرين والرؤية عشرين ثلاثين وأيضا مشروع الجزر البحر الأحمر وأيضا مشروع القدية مشروع الطائف الآن ثمانية مشاريع عملاقة أنا سجلتها حتى لا أغفل بعضها مطار الطائف وينتهي في عشرين عشرين يعني مع بداية خطة التحول يعني استباقا لخطة التحول مدينة الطائف ستكون على موعد مع مطار ضخم مدينة سوق عقاد التي سيستفيد منها أكثر من مئتين وستين ألف سايح وتوفر أربع آلاف وربعمائة وظيفة هذه مشاريع جميل هذه الخطة بعينها عندك واحة التقنية هذه صراحة استحق وقفة وأعتقد أن الزملاء في الصحافة أكيد سيغطونها هذه حيكون ضمن هذه الواحة التقنية حيكون فيها مصنع طائرة الأتتنوف وهي طائرة عملاقة حتكون في صناعة سعودية وأيضا حيكون في مدرج للتجارب حيكون أيضا فيه مصنع الألواح الشمسية التي تعتمد على الطاقة الكهروميقناطيسية والتي تشكل فعلا رافض للطاقة أنت عارف الآن نصف الاستهلاك النفطي من المملكة يروح لتوليد الطاقة الآن في هذه المشاريع العملاقة في الطاقة المتجددة في الطاقة الشمسية سينوفر هذا الكميات من البترول إلى التصدير عندك مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروميقناطيسية هذه شركات أوروبية شركات أمريكية شركات يابانية شركات أملاقة تقدم منتج ضخم يتواكم مع خطة التحول عند أيضا مشروع الأعلاف وهذا مهم جدا سيتم هذا المشروع بأفق رؤية وهذه كلها مصانع أملاقة إذن دكتور نحن موعدين بالكثير من المشاريع وما زال هناك مشاريع قادمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 فيه المدينة الصناعية فيه المدينة الجامعية فيها عشر ألاف وحدة سكنية نقول لكم مبروك أهل الطايف والمنطقة الغربية حقيقة مشاريع أملاقة وما زال القادم أجمل بإذن الله إذن مشاهدين الكرام نغلق هذا الملف وننتقل بكم إلى ثاني ملفاتنا الصحفية من صحيفة اليوم التي أشارت إلى ما نشرته أحد المجلات الفرنسية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمر بسجن نحو عشرين من أفراد العائلة الحاكمة في البلاد عقابا لهم على مواقفهم الدعمة لدول المقاطعة أو المقاطعة وجهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته فيما قالت صحيفة عكاظ بأن حكومة تميم فقدت عقلها بعد أن اختارت صحبة جنسية طريقة لمعاقبة كل من يختلف مع رأيها وسياستها وأنها بذلك تحرق النسيجة الاجتماعية في الداخل القطري في وقت تمنح فيه الجنسية للمرتزقة والإرهابيين والمطلوبين بشكل استفدازي وكأن الدوحة تأكل لحمها تصرف تعس في جنوني أن تلجأ إلى الجنسية يعني ليس فقط أن تسحب الجنسية وكفى بل تسحب الجنسية من المواطنين الأصليين لقطر وتمنحها إلى المقيمين الذين هم أغلبهم إرهابيين وأغلبهم مطرودين من بلادهم ولديهم تاريخ طويل مع عداء هذه المنطقة أحسنت منذ أن دلعت الأزمة ورأينا طريقة معالجة أو إدارة حكومة قطر لهذا الملف اكتشفنا فعلا أن هناك جهل بالسياسة وجهل بالدبلوماسية وارتماء في حظن الخآل الغريب ما يحدث الآن أنا أسميه مسلسل أنا أسميته المسلسل القطري لسحب الجنسيات كثير من الدول لا تكادوا تسحب جنسية شخص واحد إلا إذا ثبتت عليها أدلة قاطعة تجردها من الجنسية وفقد قوانين دولية هناك قوانين دولية في المتحدة في المنظمات الحقوقية هذا شيء مجرم لأن الوطن هو الذي يهب الجنسية وليس الحكومة الوطن هو الذي يهب الجنسية لأفرادها كون الحكومة تأتي وتمارس هذا السحب بشكل جماعي يعني في الغفران ستة ألاف المرة ستة ألاف الهواجر الآن بالمئات شوخ القبائل مع عشرات بالمئات من أصحابهم عوائلهم إذن الآن أنا أتحقق ما كنت أفكر فيه في البداية الأزمة أن حكومة الحمدين والكيانات الموجودة معهم هم يريدون أن يفرغون قطر من سكانها الأصليين الذين ضاقوا بهم ذرعا ضاقوا بهم ذرعا لأنهم ضد هذه السياسة الهوجاء التي تريدوا أن تستخدج قطر من رحمها القليج والعربي وتقذف بها إلى رحم إيران والملالي لذلك لم يجدوا بدا من أن يتخلصوا من هذا الشعب الشعب كله يريدون أن يتخلصوا من الشعب القطري الذي منهم قبائل الهواجر قبائل المرة قبائل الغفران العجمان هذه قبائل عربية ذات أصول عربية كانت عاملهم مع الجنسية كانت يقاموا مؤقتة يعني حتى المواطن لا يحس بالأمار أيضا أن يفرقوا قطر من أبناءه ويعطوا الجنسية لأشخاص من إيران ومن توابعها يكون ولأهم لمين؟ يكون ولأهم لحكومة الحمدين وعزمي والكيانات الموجودة على أرضها جميل أذهبي لعبد الله في جدة عبد الله يعني حين يسحب النظام القطري الجنسي من كبار مشايخ وأعيان قبائل قطر المعروفين حقيقة في المنطقة ويقوم بتجنيس الهاربين والفرين من بلدانهم والإرهابيين أيضا ويستقطبهم لحمايته ماذا بقي من شرعيته؟ يعني لا أدري هل هو ربما دخول في منعطف أيضا جنوني يعني يسبق المنعطفات السابقة لهذه التصرفات التي دابت عليها أو داب عليها النظام في قطر يعني لم يكن هذا الأول يعني المرحلة الأولى من هذا المسلسل الجنوني وإنما يعني أحد هذه أو إحدى هذه المراحل التي يعني تأتي في سياق التغيير الذي يعني تريده الحكومة في قطر بهذه التصرفات الهوجاء من ما يتعلق بسحب الجنسيات مواطنيها الأصليين والارتماء وأيضا احتضان الغرباء إليها هذا شيء يدعو إلى الحيرة وفي ذات الوقت أيضا يوضح ما هي عليه بجلاء للمتابعين بما يعني تسير فيه في سياسة غير متزنة أيضا في نفس الوقت أيضا توضح ما هي عليه من وضع في داخلها مما تعيشه من أزمة حقيقية وفعلية وفي نفس الوقت أيضا هروب من واقعها الذي هي يعني فيه وهي متورطة فيه وكما يعني صراحة يعني أجادت عكاظ في وصفها فإن يعني فعلا قطر تحاول أن تغير نسيجها الاجتماعي وهي يعني كما نص عليه في المنشط الذي رسمته عكاظ قطر تأكل لحمها فعلا فيعني مثل هذه التصرفات هي فعلا يعني وصف لما هي عليه من حالات جنونية تكشف واقعها المرير الذي فعلا يعني تحاول أن تستطر فيه بعديد من الحجاج الواهية ولكن الآن الشمس أصبحت أوضح من ذي قبل والحقيقة أصبحت واضحة أكثر من ذي قبل جميل إذن مشاهدين الكرام نغلق هذا الملف وننتقل إلى ملفنا الآخر من صحيفة المدينة التي كشفت عن انخفاض في العمليات الإرهابية بنسبة 26% بعد مقطعة الرباعي العربي لقطر لتمويلها في الإرهاب جاء ذلك خلال الندوة التي قيمت في أبوظبي خلال الأيام الماضية وحذر الخبراء فيها من استمرار تنظيم الحمدين في الأضرار بمصالح دول الخليج داعين الدوحة إلى ضرورة كشف تفاصيل اتفاقياتها السرية مع النظام الإيراني وداعا للعمليات الإرهابية بعدما تمت مقاطعة قطر هذا أبرز ما خرجت به هذه الندوة وأنا أؤكد على هذا الكلام ولي كلاما فيه كثير ولي أبحاثا في هذا الموضوع أقول فيها أن تمويل الإرهاب هو الإرهاب بعينه كيف ذلك يا سيد ساعدة؟ نعم الإرهابي أو المنظمة الإرهابية من أجل أن تنفذ عملية إرهابية تريد السلاح، تريد الذخيرة، تريد التقطيط، تريد السكن، تريد المأوى، تريد الانطلاق، تريد الدعم اللوجيستي، تريد الدعم المالي تريد وتريد كل هذه من يأتي بها؟ يأتي بها المال نعم لذلك إذا وجد المال أصبح من السهل أن تجند الإرهابيين تجيب المرتزقة من أي مكان في العالم تلاحظ الآن فيه سوريا الآن فيها أكثر من يمكن ثلاثين أربعين ألف أفغاني من بقايا حروب أفغانستان يقاتلون في سوريا مقابل خمسمائة دولار من يدفعه؟ من يدفع هذه الأموال؟ حيث وجد المال يوجد الإرهاب لذلك من يوم خمسة ستة وهو اليوم التاريخي والمفصلي الذي أحبط هذا المشروع الذي كان يرعاه المال القطري وترعاه سياسة القطرية إضافة إلى الكثير من خفة العملية الإرهابية حدث انفراج في العراق، حدث انفراج في سوريا، حدث انفراج في ليبيا حدث أيضا انفراج في الأزمة اليمنية ورأينا تقدم الشرعية إذن أقول الآن حدث الخفاض بنسبة ستة وعشرين في المئة القادم ستختفي هذه الحوادث لماذا؟ لأنه إذا جفف هذا المنبع جففت العملية الإرهابية ولذلك من بركات القمة التي عقدت في الرياض خمسة وخمسين دولة وإنشاء مركز الاعتدال والبؤسسة المصرفية التي تتابع رؤوس الأموال هو أن يكون هناك متابعة لهذه الأموال ويكون هناك تجفيفا لمنابعه حيث كانت ورئيس ترامب ماذا قال؟ هو قال كلمة جميلة قال يجب أن يجوع الوحش شبه الإرهاب بوحش إذا جوعت هذا الوحش سينكفئ أما إذا وجد التمويل ووجد المال ووجد الطعام فهو سيضرب في كل الاتجاهات جميل عبد الله أيضا هذه الندوة التي قيمت في أبو ظبي يعني خرجت بأن هناك انخفاض في العمليات الإرهابية بعد مقاطعة الدعم الأول للإرهاب في العالم قطر نعم يعني هو فعلا هذه المقاطعة كشفت ليس فقط مسألة ضلوعها في هذه العمليات ومساندتها وتمويلها بل وكثيرا من الأمور التي كانت تجري في الخفاء والاتفاقيات السرية وهو ما تم طلبه من خلال هذه الندوة بجلاء ووضوح تام من أن هذه المقاطعة كذلك أيضا كشفت الكثير من النقاط ليس فقط على هذا الصعيد وإنما على جميع الأصعد التي فعلا كانت يعني مستورة في الخفاء وباتت كما يعني ذكرنا آنفا أنها أصبحت حقيقة واقعا لا يخفى على أي أحد لأنه الآن الساحة انكشفت وبانت خاصة بعد هذه المقاطعة وخاصة أيضا بعد أن كانت تستتر بستار سواء فيما يتعلق بالجوانب فيما يتعلق بدعم الإرهاب أو اتفاقيات مع دول معادية كان الأحرى بها أن تنضم إلى إخوتها بينما هي يعني تتنكب الطريق وتمشي عكس التيار وتخالف وتريد أن تضر بجيرانها لكن مسألة المقاطعة هذه كما ذكرنا أنها كشفت الكثير من ما هو مخفي وربما أيضا في الأيام القادمة كما يقال الأيام حبلة وبالكثير من الحقائق والمزيد من الإثباتات التي تدين ويعني تثبت تورط قطر في كثير من الأعمال المنافية يعني السلم والأمن جميل أعطيك العافية عبد الله نقطة أخيرة معك دكتور أحمد تم يعني انصح التعبير تجفيف الإرهاب خاصة بعد هذه المقاطعة وهذا ما أكدته في كلامك ولكنهم ذهبوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليمارسوا إرهابا من نوع آخر هنا يأتي التجفيف أيضا بطريقة أخرى والشعب السعودي والشباب السعودي الذي يشكل 70% من المجتمع السعودي هم من سيتصدى إلى هذا التمويل وشاهدناهم في مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدناهم ولذلك الآن الحمد لله الشباب السعودي والشعب السعودي قد قدم صورة جميلة ورايعة قد رأينا ذلك فيما أسموه بحراك 15 سبتمبر قلب السحر على الساحر رأسا على عقب على عقب وأثبت الشعب السعودي والشباب السعودي وقدموا صورة للعالم أبهرت العالم وأسقطت أي رهان يراهن على اللحمة ما بين الوطن والمواطن واستبقوا اليوم الوطني بيوم وطني آخر مهما عملوا سيبقى المواطن السعودي دكتور أحمد رقما صعبا رقما صعبا ودرع ودرع وصخرة صماء يتحطم عليها كل أمل في النيل من هذه البلاد لن يصلوا إلى مرادهم لأن هناك مواطن سعودي عند إرادة قوية وعند إيمان بقيادته وإيمان بوطنه ولأن القيادة من الشعب والشعب من القيادة الدكتور أحمد الشهري الخبير الاستراتيجي والعسكري شكرا جزيلا لك شكرا أيضا شكرا لضيفنا من جدة عبدالله الدانية الصحفي في صحيفة عكاظ شكرا لك عبدالله بهذا مشاهدين الكرام نكونوا نحن وإياكم قد وصلنا إلى نقطة النهاية في طبعة المشاهد غدا في نسل الموعد لنا لقاء يا ماريلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة